طيب في الفيديو اللي فات اخذ وقت كتير قوي فحاولت في الفيديو ده لنا اعمل باور بوينت كده فيه سلايدين تلاتة كده يعني لخاص الدين طيب ده دلوقتي تشابتر 2 تشابتر 2 بيتكلم عن ايه بيتكلم عن بيتكلم عن الاكسرنال انفارومنت اللي بتأثر على المانجرز يعني تمام مايشي اوكي اه الاكسرنال انفارومنت زي ايه انفارومنت يعني بيئة والاكسرنال يعني بيئات خارجية تمام اه زي زي الاكتصادية اللي هو البيئة الاكتصادية طيب في البيئة الاكتصادية عندي منها نوعين او مش نوعين يعني فيه جوا تعرفين اه ريساشن يعني افلاس اه ده ايه ده ولا لنا فهمتوا يعني انها مفوت حاجة حاصل الزمان فامريكا مايشي ابتدت انها ترهم البيوت بتاعتها وواه وكانه متؤثرين جامد قوي بالابل افلاس أيضي في الاكتصاد فدا كان حادث انه حاصل الزمان اه انه ثاني مصطلح كالميك اينيكواليتي ايكواليتي كاميمك اينيكواليتي ده اه كان بسبب يعني ان الاكتصاد وقع فابتدأ يحصل ايكوفيك اينيكواليتي اللي هو يبسح� فواهر بيتكاوب ما بين في فروق كبير macro فيه اغنية اوي وفيه ايكوالي ففيه جابس كبيرة قوي ما بين الدخل بتاع المواطنين يعني الانكم جابس ازداد قوي في هنا يعني في economic inequality ده طيب تاني حاجة اسمها demographic environment تمام ديميوغرافيك دي هي مش عارف معناها بالعربي بس هي مفروض معناها او بتدول يعني على ان انا اجي افرق ما بين مسلا اعمار او او يعني لو ده بنت ده ولد كده يعني تمام ماشي فعندي منها تلات تعريفات اول حاجة baby boomers دولة معناها كثير الانجاب تمام دولة يعني دولة generation يعني كانوا بيدوا للاسم ده علشان هما كانوا بيخلفوا كتير وكده فده من 46 ال64 تمام هو مفروض يعني مش مش هتسأل خلص على السنين يعني طيب تاني حاجة في generation wide gen y دي gen اختصار generation و y طيب millenials يعني جيل الالفية ماشي هو مفروض اصلا مقسمين generations في x و y و z يعني في قبل y ده في x و x ده بعد boomers يعني x بعد boomers وبعدين y بعد x كده يعني تمام؟ معلين يعني فده جيل الالفية يعني generation 1 طيب post millenials post دي الواحدة معناها بعد يعني بعد جيل الالفية تمام؟ دولة اللي هو مفروض يعني اللي هما دلوقتي حالا يعني اللي هما الناس المراهقين يعني اللي هما زينا مثلا تمام؟ طيب اخر حاجة environment uncertainty and complexity تمام؟ environmental uncertainty يعني الحاجات اللي هي مش اكيدة degree of change الدرجة اللي هو ممكن يحصل فيها تغيير زي مثلا الفلوس مثلا الجينيين مصري مثلا ممكن ممكن انا حاجة مش اكيدة وممكن فجأة يقل وفجأة يطلع وكده فدي حاجة مش اكيدة طيب environmental complexity دي انا ما فهمتاش قوي علشان انا مش فهمة اه هي قصدها ايه بكلمة components ممكن مثلا لو كان قصدها ان كلمة components دي معناها ال resources مثلا الموارد اللي انا ممكن تكون عندي فانا كشركة لازم يعني انا components دي حاجة مش مضمونة ممكن برضو تروح مثلا او يحصل حاجة او تبوز او كده فلو ده قصدها يعني بكلمة components انه غير كده انا ما اعرفش يعني ماشي طيب التلات حاجات دولة بتأثر ازاي على managers ماشي هي قصدها impact دي يعني تأثير تمام؟ of these changes changes يقصد بها environmental changes اللي حصلت التغيرات البيئية اللي حصلت تمام؟ بتأثر على jobs الشغل والemployment والعمال تمام؟ ده اللي بيأثر على managers بس طيب اه في نوعين بقى من النظرات في في حاجة اسمها ايه امن مش عارفة مين ده ماشي الكلمة دي معناها اني قادرة على كل شي تمام؟ the view نظرة يعني الناس بتبوصلها للم manager ده معناها ايه؟ معناها اني لأ انت اه اللي هو اللي هو المانجر دي يعني مفروض ما يهموش اي environmental changes خالص انت كده كده اصلا المانجر اصلا المفروض they are responsible هما المسئولين عن النجاح او او فشل الشرك غض النظر ايه الموقف اللي هو قابلها انت كده كده كمانجر لو انت شطر هتعرف تتغضى عن الموضوع ده فدي نظرة بعض الناس انه هو انت لازم تتعامل انت لو انت شطر هتتعامل وهتنجح طيب Symbolic View ده انه هو لا انا عادي انا متعاطفة مع المانجر ده وان انت اصلا الحاجات الخارجية اللي بتحصل دي هي اصلا مش خارجة عن قراضتك يعني انت او يعني مش مش تعف تتحكم فيها فانت ملكش زنب ان انت مثلا لو يحصل failure أو success تمام بس فده الفرقة بين Symbolic وال View طيب اه ماشي اه في حاجة اسمها organizational اه ماشي اه تاني بقى فاقرة في الشابتر ده ان هو بيتكلم عن organizational culture حضارة بتاعت ال organization طيب عندي منها نوعين strong و weak ال strong دي اللي هو ان الناس يعني المفوضة هي widely shared يعني منتشرة قوي في الشركة تمام مش كله بس اللي وغدنا لأ الناس كلها يعني وملتزمة بها جدا انما ال weak لأ اه يعني مش مش منتشرة قوي وعادة يعني الناس قوليلة بس هما الملتزمين بيها وعادة هيكونوا مين هما top management هما اصلا الاساس اللي في الشركة تمام ما هي حاجة اصلا ايه مجموعة من القيم والمبادئ وحاجات الواحد بيعملها علشان يعني يأثر بها على الممبرز اللي في الشركة دي أو يأثر على شغلهم الأجد بتاعهم اللي هما هيتعاملوا زي بعد كده تمام فدي ده تعريف الورجانيزيشن كولتر طيب أصلا يعني مين اللي بيبدأ الكولتر دي يعني إمتى بدأت أو بدي من أصلا طيب هي بدي أصلا من الفاوند بتاع المؤسسة اللي بدأ يعني مؤسسة أو بتكون هي معروفة أصلا في الفيجن والميشن بتاعت الشركة اللي هو أنا أحنا يعني مثلا الشركة هي بتعمل إيه أو إيه نظرتها مثلا فده هي أصلا بتبقى مفهومة يعني طيب أو ممكن مثلا من باست براكتوسس يعني مثلا على حسب لو في حاجات قديمة مثلا الشركة بتعملها أو لو في أكسبرينسز قديمة فساعتها هما بيبدأوا يعملوا الكولتر دي أو ممكن مثلا يكون الطاق مانجمنت بيعملوا حاجة معانة فالناس بقى الامبوليز بقى الصغارة بيبدأوا إيه إن هم يتعلموا منهم أو يبدأوا إيه خلاص انت عملت كذا يبقى ده إيه يبقى ده دايما اللي بتعمل في الشركة أو كده رابع حاجة فيه socialization أنا مش فهمة هي بتعمل إيه هنا بس يعني هي ده هي socialization الهواء يعني إن الناس بتتكلم يعني وكده فده تعرفها إن هي process أو يعني أو يعني العملية يعني اللي بتخلي العمال يعني يعرفوا يتكلموا أو يعني يكيفوا على موضوع الكالتور دي الحضارة دي طيب إمتى أصلا الامبوليز بتتعلم ده يعني هنا ده جت منين هنا بقى بيتعلموا كده إزاي طيب أول حاجة عندي إن أنا بيتحكي لهم قصص stories تمام في ناس narrative تمام بيعودوا يحكوا مثلا شوية events حصلت عن ناس مثلا ده أصلت باش مهندس محمد عمل كذا وكده يعني ممكن مثلا يحكوا قصة قديمة مثلا أو مشكلة حصلت وحلوها إزاي مثلا فكل ده بيندقوا يتعلموا الكالتور دي منها من الستوريز دي طيب تالت تاني حاجة الريتشول اللي هو التقوص إن أنا ممكن ما تبقاش حاجة بتتقال كده بالبقى بس هي حاجة مفهومة يعني فهي activities كده يعني حاجات بتتعامل كده دايما فأنا خلاص أنا فهمت إن هي دي خلاص دي دي عادة عند الشركة تمام؟ طيب تالت حاجة في material artifacts and symbols أنا معاش إيه ده بس هو تايبا مش عارفة يعني ممكن يكون تماثيل أو حاجة كده بتتحطفة بتتفاهم معرفش ماشي رابع حاجة language إن أنا مثلا يعني هي مش مفهومة برضو بس هو يعني هنا قال إن language يعني هي وسيلة التواصل أو هي بتربط الممبرز ببعضة ماشي طيب how does the culture affects manager طيب الكالتشر دي بتافكس المانجرز ازاي؟ هو كفي كذا point بس أنا خدت point واحدة يعني عشان الملخص وكده يعني طيب هو إحنا المانجرز ايه الaction يعني أي حاجة المانجر بهايعملها؟ تمام؟ كده كده الorganization المؤسسة لازم تراجع الaction ده سواء هو بيوافق أو مش بيوافق الكالتشر دي تمام؟ طيب عندنا ثلاثة أنواع من الكولترز innovative, custom and responsive, spirituality and organizational culture طيب الـ innovative ده هو تكلم يعني إده كم نقطة كده عن شكلها يعني بيبقى فيه challenge مثلا